مونتي كاتب مشهور اتنقل من المدينة لجزيرة علشان يقضي فيها اجازة الصيف مونتي عاجز وبيتحرك على كرسي متحرك لكن الحقيقة مشكلته بش في رجليه بس مشكلته في عقله عقله اللي رافض الحياة من 6 سنين وتحول لشخص تاني بيسكر وتوقف عن الكتابة اللي هي اهم حاجة في حياته ولما وصل على البيت اللي مأجره كان جيرانه سيدة مطلقة هي شارلوت السيدة اللي عايشة مع بناتها التلاتة ابن اخوه هو اللي اختر له المكان واللي شايفه حيساعده على الكتابة لكن مونتي رافض يتكلم على الكتابة وكمان رافض يتكلم على زوجته الزوجة اللي شايفها ان هي اتخلت عنه وثابته وحيد فعلا هو عايش الوحدة والشيء الوحيد اللي ما بيبعدش عنه هو المشروب في الوقت ده السيدة شارلوت بتعاني من تربية ولادها لوحدها البنات اللي هي عليها تأقلمه على مكان الجديد وخاصة ان باباهم ما بيزورهمش خالص البيت اللي ورسته عن اجدادها وتولدت فيه عايزة تربي بناتها زي ما هي ترابت لكن طبعا عندها مشاكل مع بناتها وخاصة ابنتها الكبيرة ويلو البنت اللي كانت رافضة تبعي عن حياتها قديمة وعن اصحابها وطبعا البنتين الزغيرين هم كمان مشتقين لباباهم مونتي بعد ما استقر ما بيخرجش خالص من البيت ولو خرج بيكون لي سبب واحد بس ان يشتري مشروب وكان اول لقاء لي مع جارته مش موفق خالص هاجمها وطلب منها تبعي عن الكلب اللي كان عايش في البيت اللي اجره رافض اي حد يقرب من حياته وطبعا شارلوت احترمت رابطه حصلت حالة وفاة في الحي واكبر من واحد من الجيران ان هو يروح في الوقت ده شارلوت طلبت من بنتها فيني كمان تروح لعزة وهناك شافت مونتيو وهي عرفت ان هو كاتب كبير البنت كمان بتحب الروايات وتتمنى تتعلم الخيال في الاول طبعا هو ما كانش مهتم بيها ولا بكلامها لكن فجأة بصلها وكان مصدوم ازاي ما متها تسيبها تتحرك كده لوحدها البنت اللي قالت له انا من الزغيرة انا عندي تسع سنين ولما تكلم معاها اكتر لاحظ زكائها رغم سنها الزغير وطبعا اخذ باله من اعجابها بيه البنت اللي قرت الرواية بتاعته ومعجبة جدا ببطلها تاني يوم راحت له على البيت قالت له ان عندي عرض ليك تعلمني الخيال وانا حتديلك كل الفلوس اللي انا حوشتها بس حطت شرط لو جات اخر الاجازة وما تعلمتش منك حاجة هترجعلي فلوسي تاني مونتي اعجابه بالبنت فعلا بيزيد زكية وبتلاقي حلول لكل حاجة في الاول كان عايز يخلص من زنها قالها شايفة ايه اخر الشارع اللي قدامك ده البنت اللي قالت له مش شايفة حاجة خالص لكن هو طلب منها انها تبص كويس بعين عقلها وهي فشلت انها تتخيل اي شيء قدامها مجرد شارع فوضي في اليوم ده مامتها عملت عاشا عشان ترحب به في الحي استقبلته هي وبناتها التلاتة وطبعا الاخوات كل واحدة فيهم ليه طريقة مختلفة عن التانية وهو كان عنده من الزكاء اللي يخليه يقدر يتعامل مع التلاتة كل واحدة بطريقتها واخر الحفلة اعجب جدا بموتهم لما عزفت قدامه فيني مصرع لانه نعلمها شايفة انها دفعت فلوس ولازم تاخد قدامها خدمة وعلى الرغم ان مونتي مش مهتم بيها فعلا ولا بالاتفاق اللي بينهم لكن انطلاق البنت وحبها للحياة شد انتباهه جدا ولما سألها للمرة التانية شايفة ايه بعد البحيرة البنت تخيلت قصة بسيطة وقالتها بمنتع الحماس في الوقت ده ضحك وقال لها انت كده كتبت اول قصة ليكي كانت سعيدة جدا انها نكحت والحقيقة نجاحها البسيط ده كان دافع ليه انه روح يكتب من جديد هو كمان كتب قصة بسيطة واللي عيد ديها هدية الاختها في عيد ميلادها وفي عيد الميلاد لاحظ حزن البنات التلاتة لما عارفوا ان باباهم مش جاي بس خيبت امل البنت الكبيرة كانت اكتر واحدة فيهم وخاصة انها اتهمت موتها ان اكيد باباها مجاش علشان ما يشوفهاش الام سكتت وهي عارفة ان باباهم هو المقصر بس مرضتش تصدم واحدة من ولادها استحملت اتهامات بنتها ليها شارت وهي بتقرأ قصة اللي ألفها مونتي لبنتها لحظة ابطال الرواية الفار والفيل وكان تلميح منه على اعجابه بيها ورغم ان بنتها نمت وهي بتسمع القصة لكن هي كملت قرأيتها والصبح شقرته على الرواية قالت له ان بنتها تتمنى انه هو يكمل ويرسل لها بقية الرواية وفعلا مونتي ما توقفش عن الكتابة من اللحظة دي والحاجة الوحيدة اللي توقف عنها هي المشروب لكن فيني البنت الزغيرة زالت جدا لما عرفته ان سابط الروايته العظيم وبقى يكتب عن حاجة ملهاش لازمة من وجهة نظرها انه كاتب عظيم ما يفعش يكتب عن الفيل والفور فعلا روايات مونتي متميزة جدا ورغم فقره رفض ان يعملها فيلم وفي يوم كامل اضامة على البنات التلاتة اليوم ده اتكلم فيه مع فيني قالها انه حصل له عجز هو عنده 25 سنة قالها كمان كان عندي زوجة عظيمة رفضت تبعد عني الزوجة اللي علمتني ان ربنا بيقف الباب لكن بيفتح باب تاني كم الكلام وقالها وفعلا قعدت البيت خلتني ابتكر وبدأت الكتابة لغاية ما بقيت من الكتاب المشهورين ومن 6 سنين مرضت زوجتي جدا وماتت قالها يوم متها انا خسرت كل حاجة خسرت نفسي وخسرت زوجتي وخسرت الكتابة واليوم اللي شفتك فيه واتكلمت معايك اليوم ده حسيت ان انا ليا رجلين اقدر اقف عليها من جديد لما شفت ايمانك بيا رغم سنك الزغير وخلتيني الاول مرة ارجع اكتب تاني الاجهزة الصيفية خلصت وكان بيجهز نفسه عشان يرجع تاني على بلده ودع فيني قال لها لو عندي بنت ما كنتش هتمنى غير انها تكون انتي وفعلا مشي مونتي بعد ما ودع العيلة العيلة اللي قصرت فيه وقصرت في حياته مرت شهوره والبنات التلاتة استقروا في البيت في الوقت ده جات رسالة لشارلوت كان مونتي واللي قال لها ان هو باع الرواية وحتتعامل فيلم قال لها كمان اخيرا ان لقيت المكان اللي حستقر فيه واللي حقضي فيه بقية حياتي بعد ما اشتريته من الفلوس اللي خدتها بصت قدامها ولقيته قاعد جوه البيت الصيفي البنات التلاتة جريوا عليه كانوا صعدة جدا برجوعه وزادت ساعدتهم لما عرفه ان هو كمان هيستقر هنا زيهم قال لهم ان ده المكان الوحيد اللي رجعني تاني للكتابة بعد ما لقيت الالهام فيه الطفلة اللي عندها تسع سنين كانت الهام لشخص بالغ برائتها وشجعتها كانوا سبب في رجوعه للطريق الصحيح عشان كده ما تستهونوش بالحاجات البسيطة في حياتكم اولادكم اللي من غير ما تشعروا بيكونوا سبب ان انتوا تكملوا ومش بس تكملوا كمان ممكن يكونوا سبب ان انتوا تبتكروا علشان كده ادوا لكل فرد في العيلة حقه مهما سور سنو اشتركوا في القناة